السلام عليكم إذن نواصل معكم سلسلة تمارين درس المعلام في المستوى بتمرين جديد التمرين يقول نعطب المستوى منسوبا إلى معلم متعمد ممنظم السؤال يقول حدد إحداثياتي النقطة D بحيث A D المرتجة A D تساوي B C علما أن إذن هنا أعطينا الإحداثيات النقطة A B C إذن لنحدد إحداثيات D يعني X D و Y D إذن أول حاجة نقوم بها هي حساب إحداثياتي المتجهة A D إذن المتجهة A D الإحداثياتها إذن نقوم بحيث و X D إذن هي X D ناقص X A معروفة وهي ناقص 1 إذن ناقص ناقص 1 يعني X D زائد 1 Y D لا معروفة إذن نكسب Y D ناقص X D أو ناقص Y D ثلاثة من بعد كذلك قسنا نحدد الاحداثيات ديه المتجهة جوج بسي. اذا نبدأ بتحديد احداثيات المتجهة بسي. اذا اكس ناقص اكس بي. اذا جوج ناقص ربعة. اكس ناقص اكس بي. او اي اربعة ناقص. ناقص ناقص جوج. يعني اربعة ناقص ناقص جوج هي ربعة زائد جوج. اذا بسي. جوج ناقص ربعة هي ناقص جوج. وربعة زائد جوج تساوي السا. اذا نحن نقصنا جوج بسي. اذا سنضرب جوج في الافصول وفي الارتوب ديال المتجهة بسي. اذا جوج في ناقص جوج هي ناقص ربعة. وجوج مضربها في السا هي تناش. اذا لقينا ذبع اعض دي. اللي كتساوي اكس دي زائد واحد. ايجريك دي ناقص ثلاثة. ولقينا جوج بسي. اذا حسب السؤال اعض دي تساوي بسي. ماذا تعني? اذا لدينا اعض دي تساوي جوج بسي. تعني. اذا الافصول ديال المتجهة اعض دي غيساوي الافصول ديال المتجهة جوج بسي. تعني ان اكس دي زائد واحد تساوي ناقص اربعة. والارتوب للمتجهات دي غيساوي الارتوب للمتجهة جوج بسي. اي اي ايجريك دي ناقص ثلاثة. يساوي اتناش. اذا هنا العداد المعلومة غدي نديها الطرف الثاني ديال المعادلة. اذا غير جعدنا اكس دي. يساوي ناقص ربعة. اي عدد ديسو الطرف الثاني. كان حوله الاشارة. كان بتدله الاشارة. اذا كانت زائد واحد غدرجع ناقص واحد. كذلك يقريك دي. يساوي اتناش. اذا كانت عندنا ناقص ثلاثة. ادينا هالطرف الثاني غدرجع زائد ثلاثة. وبالتالي اكس دي. اذا ناقص ربعة ناقص واحد. هي ناقص خمسة. اتناش. ويقريك دي. كما زائد ثلاثة هي خمسة. اذا ناقص احتسية ديالها ناقص خمسة. خمسة.